أيضا في خاركيف مرة أخرى ونعود مع التصريحات أو بحسب ما كشفت عنه أو تقارير نشرته سحبكة CBS News قالت أن القوات الروسية هدمت ثلاثة جسور رئيسية خارج خاركيف شمال شرق أوكرانيا بحسب أيضا هذه المعلومات وهناك من أشار بأن تدمير الجسور في خاركيف يشير إلى أن القوات الروسية لن تعود ثانيا إلى خاركيف هل هذا صحيح؟ هل توافقنا الرأي العسكريا؟ عسكريا بدون أدنى شك عندما ينسح بجيش من مناطق ويخرب الطرق والجسور والممرات خلفه فهذا يدل على عدم التفكير بالعودة هذه واحدة أما الثانية والتي هي أهم من عدم الحودة أن هذه إشارة واضحة تماما وإعلان هزيمة من قبل روسيا وتخوف من ملاحقة الثوار مستقبلا الأوكرانيين للروس باتجاه الجنوب يعني تريد روسيا قطع الطريق روسيا القوية الدولة العظمى التي تنام على أكتاس من الأسلحة بدأت تخرب الجسور لكي لا يلحقها الأثوار الأوكرانيون هذا وضع روسيا الآن لذلك الإشارة واضحة وماذا عن بالنسبة للهجوم الأوكراني المضاد هنا من يشير بحسب التقارير بأن خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا أن المقاومة الأوكرانية جعلت من هذه المدينة أو جعلت من روسيا أو القوات الروسية خارج مرمى المدفعية الروسية يعني بمعنى أكثر أن القوات الروسية أصبحت غير قادرة على السيطرة أو حتى المدفعية الروسية غير قادرة على وصول إلى مرماها في داخل خاركيف هل بالفعل أصبحت خاركيف خارج سياق الحرب الميدانية؟ بكل تأكيد عندما تكون خاركيف في هذه المساحة التي هي عليها وتحكم القيادة الأوكرانية بوضع خاركيف الآن أصبحت خاركيف محررة تماما وخاصة بعد تهديم الجسور ومضمونة من أي هجوم روسي معاكس مفاجئ لخاركيف لذلك أنا أقول أن خاركيف بدأت تتحول إلى نقطة الصد الأساسية والانطلاق إلى المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية التي ستضع يدها عليها روسيا أو بدأت بوضع يدها عليها لذلك من هنا سيبدأ الصرع من خاركيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة